بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات حلقة اليوم تأتي بعنوان التصدعات والتشققات والانهيارات في بعض المباني الحكومية الأسباب والمسببات ومن أبرز محاور هذه الحلقة واقع البناء والتشييد للمباني الحكومية وما هي الجهات المشرفة والمسؤولة البيئة القانونية والتشريعية الحاكمة لقطاع البناء والتشييد في السلطنة الإجراءات وأبرز الحلول لتطوير قطاع البناء والتشييد في بلادنا واسمحوا لي في البداية أن نرحب بضيوف الحلقة وهم الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحبسي رئيس الدعاء عام والمهندس خالد بن خميس الهاشمي مدير إدارة باحات البناء ببلدية مسقط والمهندس داود بن محمد الفتيسي رئيس مجلس إدارة شركة داود للمقاولات مرحبا بكم جميعا أهلا وسهلا سيد إبراهيم أبدأ معك حجم القضايا المساكن والمباني والمنشآت الحكومية التي تعامل معها للدعاء العام حتى اللحظة فيما يتعلق بهذه المشروعات بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكركم على هذا الاستضافة وحقيقة ربما ما يميز هذا اللقاء الهادف أن يجمعنا بين الأخوان الفنيين والأخوان رجال الأعمال المنفذين في المشاريع الحكومية والخاصة لربما يمكن تتعدد وجهات النظر أو تختلف ولكن نتفق جميعا إلى أن هناك مصلحة عليا وطنية يجب أن نحافظ عليها ونهدف جميعا إلى تطويرها وتحديثها طبيعة الحال خلال السنوات الماضية تعامل الادعاء العام حتى اللحظة مع تشقق أو انهيار المباني الحكومية أو التي تشرف عليها الجهات الحكومية حتى اللحظة ثلاث قضايا فقط قضية طبعا فيما يتعلق بانهيار جامع السيمة بولاية إزكي كان هذا الجامع طبعا قيد الإنشاء والمبنى الآخر طبعا مبنى كلية الحقوق حدث في تشقق وتصدع في جزء من مبنى كلية الحقوق وكذلك كان على وشك التسليم والانتقال من قبل الجانب الأكاديمي والطلبة في مختبر الحاسب الآلي والمكاتب الإدارية والموقع الآخر في ولاية عبري تحديدا تصدع وتشققات حصلت في مبنى قيد الإنشاء أو على وشك التسليم تابع للمديري العام للإسكان بمحافظة الظاهرة طبعا عندما نتحدث عن حجم الأضرار طبعا ولله الحمد لم نسجل ثمة أضرار بشرية ولكن ربما هناك أضرار مادية ومعنوية حصلت يمكن أبرزها التأخير في استلام هذه المباني وكذلك تفويت فرصة على الجهات الحكومية في أن تستغل مثل هذه المباني يضف إلى ذلك هناك ضيع لمبالغ مالية صرفت وأنفقت على التنفيذ وعلى الإشراف هذه القضايا طبعا مبنى كلية الحقوق قبل فترة بسيطة من الزمن صدر حكم من محكمة ابتدائية بمسقط قضى بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن ستة أشهر مع إلزامهم بإزالة أسباب المخالفة وفيما يتعلق كذلك بجامع سيمة بولاية إزكي صدر حكم غيابي بإدانة المتهم بالسجن كذلك عشرة أيام أما المبنى الخاص بالمديرية العامة للإسكان بولاية عبري ما زالت هذه القضية قيد التحقيق وعلى وشك إن شاء الله تعالى أن يصدر الإدعاء العام قراره المناسب على ضوء نتائج التحقيقات جيد نحن سنأتي فيما يتعلق بمدد السجن والقانون في هذا الشأن المونتس خالد إذا أردنا الحديث عن واقع مشاكل البناء والتشهيد المباني والمشاريع الحكومية فمن أين نبدأ بالتحديد هل نبدأ بالمواصفات المراقبة أم التنفيذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية نشكر لك أخي يوسف وجميع العاملين على هذا البرنامج على هذه الاستطافة ويتاحة هذه الفرصة لنا وثم أسمح لي قبل أن أجيب على السؤال أنا أتطرق إلى عنوان الحلقة هل هو التشققات والتصدعات والانهيارات في بعض المباني الحكومية التشققات والتصدعات هي أنواع عدة منها ما هو التشققات تمس بالهيكل الإنشائي للمبنى ومنها تشققات سطحية لا علاقة لها بسلامة المبنى وأسبابها أيضا كثيرة كأسباب رداءة في التنفيذ مما يؤدي إلى تشققات سطحية مثلا في عملية كما تسمى محلي البلاستر وأيضا ممكن تكون أسبابها في عملية التصميم المبنى مثلا أو تصميم قواعد وما شابه أو في حسابات قوة تحمل التربة أو مشاكل التربة ومدى قوة تحملها أو حتى أحيانا ممكن تكون منسوب المياه في باطن الأرض لو ارتفع ممكن قد يؤثر إذا كان البلابنى غير مصمم لهذه المنطقة أو في هذا الموقع وإشكال التصدعات بالهيكل الإنشائي أيضا كثيرة منها ما هو مستقيم عمودي أو أفقي وعادة لا تكون ذات أهمية قصوى لكن ما هو على ليس مستقيم إنما يشكل زاوية مثلا 45 درجة فهذا عادة ما تكون تمس بالهيكل الإنشائي فتحتاج إلى النظر من أشخاص محتمين أو متخصصين في الموضوع كقوانين أو مواصفات يوجد الأمر المحلي لتنظيم المباني في مسقط رقم 92 وأيضا هناك مواصفات ومقاييس عالمية ومعتمدة في المدرية العام ومواصفات المقاييس ووزارة التجارة وقاري التصميم بناء عليها أما في خصوص المراقبة والتنفيذ فإن التنفيذ عادة ما يكون مقابل مقاول معتمد في السلطنة والإشراف يكون عن طريق مكتب استشارات هندسية معتمد أيضا في السلطنة ويكون دور الاستشاري المشرف هو دور الأساسي في الإشراف على التنفيذ إذن وضحت الآن فيما يتعلق بالمشاريع سواء كانت الحكومية أو غير حكومية ولكن فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية نتحدث عنها الآن يعني هناك المواصفات المراقبة وأيضا في موضوع التنفيذ الموندس داود من المسؤول بالدرجة الأولى عن تصدق وتشقق وربما انهيار هذه المباني والتي كلفت الدولة ملايين الريالات بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم على طرح هذا الموضوع المهم من وجهة نظري أن إنجاح أي مشروع دائما تكون فيه عدة جهات ولا يقتصر على جهات معينة محددة بالذات يعني فهناك المالك وهناك المقاول وهناك الاستشاري وهناك أطراف أخرى أيضا مساندة فلنجاح أي مشروع يجب أن تعمل هذه الأطراف كلها بتجانس بتناغم بإيجابية يعني المسؤولية أي مشكلة تحدث في المشروع بتقل طبعا لما تكون هذه الأطراف كلها متجانسة نبدأ بمالك المشروع يجب في البداية أن يختار الجهات هذه الأخرى التي تكون معها يجب أن يكون اختيارها صحيح ويتناسب مع حجم المشروع الجهات هذه الأخرى لازم تكون مؤاحلة عندها كوادر عندها مكانيات تقدر تنفذ هذا المشروع طبعا لما تصير المشاكل تتأكد يعني أنه لازم في خلل في بعض في مكان ما في مكان ما يعني يمكن مثل ما قال الأخوة يمكن الأخالد يمكن يكون في استخدام مواد مثلا يكون سيئة يمكن التصميم يكون سيئ بيعود طبعا استشاري يمكن الإشراف يكون سيئ فدائما نقدر نتلافع هذه المشاكل ونحسن جودة البناء إذا كانت المنظومة كلها متناغمة واختياراتنا تكون صحيحة طبعا هذا يحتاج إلى قوانين مسألنا يحتاج إلى إجراءات صحيحة وهذه هي المفقودة هذه الأيام قوانين صحيحة نعم ومراقبة صحيحة ومراقبة صحيحة ونسأل هنا الشهد إبراهيم قوانين صحيحة ومراقبة صحيحة القضايا التي تم الحكم فيها تقول سجن ستة أشهر فيما يتعلق بمبنى كلية الحقوق عشر تيام فيما يتعلق بمسجد سيمة هذه الأحكام هل تتناسم تتناغم وتنسجم مع طبيعة الجريمة؟ طبعا لا يتفق سنان لأن هذه العقوبات لا تتناسب حقيقة مع حجم هذا الضرر المادي أو المعنوي ونحن لا ننتظر أن تكون هناك أضرار بشرية حتى تكون هناك كارثة والعياذ بالله لكن الأمر المحلي لتنظيم المباني بمحافظة مسقط وتعديلات ينظم مسألة المباني الخاصة بمحافظة مسقط وهناك لايحة تنظيم المباني الصادرة بموجب قرار وزاري من وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه ينظم كذلك تنظيم المباني خارج محافظة مسقط في المحافظات أو الولايات لكن هذه القرارات أو الأمر المحلي فرض فيها عقوبات حبسية جدا يعني لا تتناسب حقيقة مع هذا الضرر والحد الأقصى هي الستة أشهر أضف إلى ذلك أن العقوبة تخييرية يعني قد يحكم القاضي بعقوبة الغرامة أو العقوبة الحبسية فحتى النص وضع أن هناك حد أدنى وحد أقصى والحد الأدنى هي غرامة للحق العام أو العقوبة الحبسية الستة أشهر فنحن نقول على هذه التجارب والقضايا الواقعية التي نحن نعيشها أول بأول يعني آن الأوان حقيقة أن يرتقى الأمر المحلي أو لائحة تنظيم المباني ليكون أو يصبح قانون متكامل يتناسب مع الواقع المعاش وكذلك أن تفرض عقوبات مغلظة أسوة بمجموعة من الدول المقارنة على أساس أن تصل إلى حد الجناية عقوبة بالسجن تفوق ثلاث سنوات في مثل هذه الحالات طيب هناك أيضا تشققات وأضرار حصلت في المساكن مساكن موظفي منطقة الدقم الصناعية هذا الموضوع لم يحال إلى الإدعاء العام حتى اللحظة لم يحال ولم يتعامل الإدعاء العام مع مساكن خاصة بولاية الدقم فقط تعاملنا مع ثلاث حالات فقط كما أشرنا إليه سلفا وطبعا يعتمد في مثل الجهات الحكومية المشرفة أن تحيل هذه المخالفات أو هذه التصدعات أو الانهيارات بتشكيل ملف مبدئي من عندهم إلى الإدعاء العام أو تتولى الجهات الرقابية كجهاز الرقاب المالي والإداري للدولة أو رجال الضبطية القضائية في تشكيل محاضر جمع الأستدالات حتى يتعامل الإدعاء العام مع هذه القضايا من خلال إجراءات التحقيق ولكن ليس الأمر يتعلق أيضا بكم أنتم كتدعا عام بحيث أن هذا مال عام في نهاية الأمر ليس لكم الحكومة تحركوا دعوة عامة؟ نحن نريد أن نوضح أن الإدعاء وفقا لأحكام النظام الأساسي للدولة ووفقا لقانون الإدعاء العام هو سلطة قضائية تمثل المجتمع فيما يقع عليه من ضرر وبالتالي تمثيلنا للمجتمع فيما يقع عليه من ضرر يعتمد بالدرجة الأولى إما على تقديم شكوى من المتضرر أو بناء على إحالة محاضر جمع استدلالات تسمى من قبل الجهات الرقابية المختصة طبعا نضرب مثال حماية المستهلك لا يمكن للدعانية تعامل إلا من خلال إحالة محاضر أولية من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك وكذلك القضايا المال العام من قبل جهاز الرقاب المالية والإدارية للدولة ونضرب أمثلة مثل شرطة أمان السلطانية معنية كذلك لديها صفة الضبطية العامة في قضايا الجنائية العامة وبالتالي نحن نتعامل وفقا لمحاضر جمع استدلالات أولية وحال من قبل الجهات الرقابية المختصة أو من خلال تقديم شكوى من المتضرر وأنا هنا أسألك بمعنى أن الثلاث قضايا التي أحيلت إلى الادعاء ثم إلى المحاكم ليست إذن هذه تشكل قضايا عامة ما يحدث في السلطان من تشققات وانهيارات وأيضا بعض الأضرار التي تحصل في المباني الحكومية بالتالي هناك مشاريع ربما حصلت فيها كل هذه الأشياء ولكن لم تحال للإدعاء وبالتالي لا أحد يعلم عنها لا نستطيع فعلا الجزم أن تكون هناك مباني قيد الإنشاء أو استلمتها الجهات الحكومية وبالتالي حدث فيها ثمت تصدعات أو انهيارات وبالتالي تراخت الجهات في الإبلاغ ولكن ربما قد تحصل في بعض الحالات لا يعلم عنها الإدعاء الآم ونحن نأمل أن تصل في مثل هذا المعلومات لدينا حتى نتخذ ثمة إجراءات في سبيل متابعة هذا الأمر طيب أنا هنا أسأل أيضا للمهندس خالد المشاريع والمباني الحكومية هي الأعلى سعرا يعني المتر المربع بالنسبة للمشروع الحكومي بين 500 و 600 إلى 1000 ريال في حين مساكننا الخاصة إذا المقاول أخذ 250 ريال نصرخ طيب يعني مع ذلك المباني والمشاريع الحكومية تتصدع وبعضها تنهار بعد التسليم بعد عامين على الأقل على الأكثر المهم أن هذه الأشياء تحصل لماذا؟ أولا نسمح لنا عقب بس على الأخ إبراهيم في موضوع القوانين الأنظمة المعمول بها حاليا بلدية مسخط حاليا تعكف على تعكف على تطوير الأمر المحلي وفي تنسيق مع وزارة الشؤون القانونية وخصوصا في نقطة العقوبات أو في باب العقوبات بحيث أن يكون في عقوبات راجعة من جديد وممكن يكون تطويرها أو تعديلها وما شابه أما موضوع أسعار المباني الحكومية أنا للأسف ربما غير مطلع كثيرا على الأسعار وال... أنا أجيب لك الأسعار جايب لك الأسعار من مجلس المناقصات نعم أنا غير مطلع لكن كما أسمع أن فعلا هالكلام ربما يكون صحيح وأن السبب ربما يعود للإشكالات إدارية ربما الأخ داود يعلم أكثر يعني إشكالات إدارية في دفع المبالغ أو في تأخير في دفع المبالغ المقاول ربما أحد الأسباب التي ترى تأدي لرفع الأسعار أما موضوع أن التشققات بعد فترة بسيطة طبعا الاستشاري المصمم والاستشاري المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ والشركة التي قامت بفحص التربة كلهم في القانون مسؤولون أو مسؤولين عن سلامة هذا المبنى لمدة عشر سنوات وهنا لماذا القانون حدد عشر سنوات لأن أيضا الصيان لها دور ولها تأثير على سلامة المبنى ومدى صلاحية يعني فهو حددها القانون في المرحلة اللولة عشر سنوات هذا المسؤولين أما موضوع السعر والأسعارها ربما أخذ داود أكثر طيب المهندس داود يعني فيما يتعلق أنت رجل مقاوم ونحن نعرف نحن بما يتعلق به الأسعار في المتر المربع بالنسبة للمنشآت الحكومية وحتى المشاريع السياحية التابعة للحكومة وأنت لديك بعض المشاريع من هذا النوع لماذا يعني المقاول يتعامل مع المشروع الحكومي بهذه الصورة السطحية فيما يتعلق باستخدام ربما المواد الاستشاري هل هو مشغول بمشاريع كثيرة وبالتالي لا يأبه أم فعلا لأن القانون غير مغلض وبالتالي تدارك وسهل وبالتالي إنه ممكن المرور من خلاله هل هذه الأسباب؟ والله بالنسبة بس أحب أعقب على موضوع التفاعل أسعار أو تكلفة المشاريع الحكومية أولا ما أعتقد أن التكلفة عالية أو مغالاة فيها هي تكلفة عالية لكن ليس هناك مغالاة فيها لأن هذا السوق مفتوح وفيه تنافسية فدائما الشركات تتنافس ودائما الأقل سعر هو اللي يحصل المشروع لكن ارتفاع الأسعار يمكن يعود إلى نوعية المنصفات نوعية المنصفات الخبرات الكميات اللي أنا شوفها في كثير من الأحيان غير يعني يعني ما محتاجها المشروع أصلا مثلا تحطى صبيات كبيرة مثلا أو ما يسمى بالأوفر ديزاين مثلا في كثير من الأحيان لأن الخبرات ما موجودة أصلا وأيضا ما يعملوا كثير مشاريع كبيرة ما يعملوا value engineering فهذه يزيد تكلفة بدون داعي طبعا ما ممكن نقارن مشاريع حكومية بمشاريع فيلا الخاصة لأن الاحتياجات تختلف كمان أنا اتفق معك ما نقارن لكن ترى هو في بعض المشاريع والمباني للحكومية ترى هل نفس الطابوق نفس الاسمنت يعني المشروع الخاص ولا المشروع الحكومي أنا أتكلم الآن إذا كان الأسعار فيها زيادة في المتر 200 في الحلال على المقاولة ما نحن نتكلم في هذا الموضوع ولكن نحن نتكلم كيف المشروع الحكومي والمبنى الحكومي تحدث هذه الانهيارات والتشققات برغم أن هناك مصمم وهناك استشاري يأخذ المبلغ ضخم وإلى آخره ومع ذلك تحدث كل هذه الأشكالات هو شوف مثل ما قلت لك في البداية هو أي مشروع لإنجاحه لازم يكون في فريق متكامل فالمالك إذا ما عنده يعني كفاءات نحن نقول المالك أن الحكومة أو الجهة المعنية الجهة المعنية أيها الحكومة ما عنده الكفاءات تراقب سير المشروع بصفة صحيحة بيدخل في مشاكل أكيد يعني إذا أخرت الدفعات مثلا أكيد بيدخل في مشاكل للمقاول ما بيتحمل يعني يموه المشروع إذا كان الاختيار الاستشاري الغير مؤاحل وما عنده كوادر أكيد بيدخل فيه مشكلة أكبر لأنه لا عنده أحد لا عنده كوادر والاستشاري الذي حطهه لا عنده كوادر والمقاول يحس بإنما أحد يعاقب يمكن يدخل فيه مشاكل أيضا للمقاولين أيضا عنده مشاكلهما عندهم كوادر أيضا ندخل في مشاكل أخرى مثل المواد التي تستخدم الخرسانة مثلا فيها مشاكل كثيرة عندنا أريد أن أتكلم فيها كمحور خاص نوعية الاختبارات التي تعمل اختبارات الجودة لا موجودة يعني عندنا في عمان على التربة مثلا أو على المواد المستخدمة فأكيد تدخل في مشاكل أكيد لو تحلل أي مشكلة بيكون فيها يعني واحد من هذه الأسباب طبعا هذا البرنامج تكلم عن موضوع نهيالات مباني الحكومية الحكومة طبعا عندها يعني يمكن عندها كوادر تقدر تختار لكن القطاع الخاص في مشاكل أو المواطنين عندهم مشاكل أكبر أيضا لأنهم يعني تمويلهم محدود واختياراتهم طبعا ما عندهم خبرة مثلا في مشاريع يمكن يسوي بيت أول مرة ما عنده خبرة أبدا أنا أتعرف فالمشكلة أكبر ومثل ما تفضلت أيضا في مشاريع كثيرة ما وصلت إلى الدعاء العام وفيها مشاكل غير مشاكل انهيالات أيضا الجودة يعني خير مشاكل أنا فقط سؤال أطرحه أنت الآن أنت مهندس وخالد مهندس وهنا عندنا أيضا للدعاء العام موجودين يعني نشوف مباني بنيت حكومية ومنشآت حكومية بنيت في الثمانينيات وفي أواخر السبعينيات ما زالت صامدة ما فيها لا تشققات ولا فيها مشاكل هل معقولة يعني زمان كانت الخبرة أكثر من اليوم أصبحت اليوم يعني الخبرات أقل وبالتالي المواد الأقل جودة والآخر وتحصلها التشققات أنا أبغى أسهل بس لا لا موجود يعني ممكن هذا الطرح يكون صحيح أحيانا في بعض المشاريع القديمة كان فيها فعلا كوادر ممتازة كانت تشرف على المشاريع وتنفذها وتصممها أيضا من بداية ويكونوا يعني يختاروا مواد جيدة المشروع التمويل يكون صحيح ما نقول أحيانا أن المشاريع الحكومية كثير فيها في فشل هو يعتمد صراعا على الجهة الحكومية في بعض الجهات الحكومية عندها كوادر جيدة وتلقى كل مشاريعها تقريبا ناجحة وتنتهي في الوقت المحدد وعندهم إيجابية في التعامل مع الأطراف الأخرى لأنه هدف في النهاية أنه يخرج منتج اللي هو المشروع بطريقة جميلة وبتكلفة المحددة وما يطلع من مدة المحددة أيضا المشروع سيد رهيم يعني داود طرح أكثر من إشكالية فيما يتعلق عن أسباب الانهيارات والتشققات والتصدعات التي قد تحدث في بعض المشروعات الحكومية ومنها طبعا هي قضية الفحص التربة الاستشاري المصمم المقاول المواد الأولية المواد المستخدمة أنتوا في أثناء التحقيق وجمع الاستدلالات ماذا وجدتم؟ من المسؤول بشكل مباشر عن هذه المشكلة؟ يمكن استوقفتني النقطة التي أثرتها الأستاذ يوسف فيما يتعلق بتكلفة المشاريع الحكومية تكون أعلى من تكلفة المشاريع الخاصة ومع ذلك تحصل هذه المشاكل فيما يتعلق بالتصدع أو التشققات أو قد يصل أمر إلى الانهيار والعوامل والأسباب التي تفضل فيها المهندس داود طبعا لا تخرج عنها من خلال ممارساتنا التطبيقية في القضايا العملي التي تتعامل معها الإبداعاء طبعا هناك مجموعة من العوامل قد يكون هناك خطأ في التصميم تصميم خارطة المشروع أو قد يكون إخفاق في الإشراف من قبل الاستشاري المشرف أو المكلف بالإشراف على التنفيذ بأنه لم يوفق في الإشراف على المقاول المنفذ وهناك عامل رئيسي كذلك أن المقاول المنفذ أجرى التنفيذ لهذا المشروع بخلاف الخرائط المصدقة أو المعتملة بين قبل الجهة المختصة التي هي البلدية ربما يمكن المهندس خالد رح يصحح لأن هذا الأمر فيما يتعلق بموضوع مثار حتى الآن وهو محل خلاف فيما يتعلق بدور دائرة المشاريع والصيانة أو المهندسين الموجودين في الجهة الحكومية التي تملك هذا المشروع حدود هذا الاختصاص تحديدا بدءا من المشروع وحتى مرحلة الاستلام أو تسليم المشروع من قبل الاستشاري والمقاول إلى الجهة المالكة هل هي حدود إشرافية فيما يتعلق فقط بالتصميم المعماري أو كذلك لديهم الصلاحية الواضحة فيما يتعلق بتوقيف العمل عندما يتم اكتشاف ثمة مخالفة من قبل المقاول أو الاستشاري حتى الآن الأمر المحلي وكذلك لايحة تنظيم المباني لم تنظم هذه الحالة الشيء الآخر طبعا إدارة إباحة البناء في بلدية مسقط أو في البلديات الموجودة في الولايات حدود المسؤولية نحن عندما نطالع الأمر المحلي الخاص بتنظيم المباني بمحافظة مسقط نجد أن المادة التجريمية التي تسائل أي خطأ تقتصر فقط على المالك أو الاستشاري المشرف أو المصمم أو المقاولة المنفذ كلهم في مجال اختصاص إذا حصلت ثمت أضرار أو تشققات أو انهيارات وبالتالي وكأن المادة استبعدت المهندسة البلدية الذي اعتمد خارطة المشروع نعم الشيء الآخر نجد أن أثناء تنفيذ المشروع الحكومي أو الخاص لا يحق للمقاول أن يعني يجري تنفيذ إلا بعد زيارة فن البلدية إلى الموقع حتى يصادق على هذه المرحلة طيب حدود هذه المصادقة هل فقط فيما يتعلق بتنظيف الموقع فقط فيما يتعلق بإزالة المخلفات أو كذلك لديه الإشراف الإنشائي على مثل هذه المراحل حتى يصادق عليها نجد أن الأمر المحلي حقيقة يعني اقتصر على هذه العلاقات الثلاث المالك أو المقاول المنفذ أو الاستشاري المصمم أو المشرف واستبعد موظف البلدية سيما عندما نقول أن هناك خطأ حصل في التصميم إذن لماذا صادقة البلدية على هذه الخارطة وفي كل الأعمال هذه هناك مصادقة طبعا يعني الدورة المستندية ما بعد الاتفاق بين المالك والمقاول والاستشاري هذه الخرائط لا يمكن أو لا يحق للأطراف أن يباشروا التنفيذ إلا بعد عرضها على الجهة المختصة التي هي بلدة مسقط أو مكتب البلديات الإقليمية في الولايات وبالتالي حتى تشرف البلدية من الناحية الإنشائية والمعمارية وأنا أحيد كل هذه التساؤلات من الأستاذ إبراهيم إلى المهندس خالد يعني هل كل هذه الأمور هل هناك زيارات حقيقية أم فقط لإزالة المخلفات وإلى ما ذلك هل هناك إشراف حقيقي فني هندسي للمشروع قبل تسليمها وأثناء أيضا سير البناء نعم أنا دعني أتحدث الأول عن دور البلدية في المباني دور البلدية يكون على ثلاث مراحل مراحل ما بعد التصميم دور البلدية ما بعد التصميم أنها تتأكد أن من قام بهذا التصميم هو مكتب استشارات هندسية ومعتمد في البلد حتى يتحمل المسؤولية هذا كبداية ومن ثم دور البلدية في الوضع الحالي هو كعمل إضافي تقوم بالبلدية للتأكد من ضمان سلامة المباني فيكون هناك في تطقيق إنشائي للمباني وتأكد من الحسابات الإنشائية وتأكد من سلامة التصميم الإنشائي للمبنى أثناء التنفيذ قبل التنفيذ أنا نتكلم في مرحلة التصميم ما بعد التصميم قبل التنفيذ وتتأكد من سلامة المبنى من ناحية التصميمية وأيضا طبعا هناك في تطقيق آخر له معماري وعمراني وتناسق المدينة وحقوق الجيران ومعشابها وأيضا في دور يكون قبل التنفيذ ودور البلدية قبل التنفيذ هنا تتأكد إنه تم تعيين استشاري أو مكتب استشارات هندسية ومعتمد في البلد للقيام بالإشراف على هذا المبنى والتأكد من سلامته وسلامة التنفيذ طيب طيب في هذه النقطة بالتحديد نعم إذا الجهة المعنية أو حتى إذا كان مبنى خاص إذا جاب لكم توقيع من مكتب استشاري تعتمدوا خلاص أو تشرفوا على الموضوع تتأكدوا أن هذا المكتب هو مكتب صحيح وفعلا أن يستطيع أن يشرف على المشروع هل لكم الحق هذا أو لا حاليا نحن نقوم بعمل اجتهادي داخلي في البلدية اجتهادي أن هذه المكاتب ونقوم بالفرز كل ستة أشفر حاليا هذه المكاتب الاستشاري أن يكون موجودين المهندسين لكن هو الدور الأساسي هو خص وزارة تجارة لأن ممارسة المهنة أو ممارسة العمل المقاولات يكون عن طريق وزارة التجارة أو مهنة الاستشارات فأحنا كبلدية في موضوع الاستشارات الهندسية يكون دورنا أن نتأكد أن وجود مهندس معماري ووجود مهندس إنشائي في المكتب أنا أتطرق بعدني في وقت لاحق في وقت لاحق لكن أنا فقط فيما يتعلق ما ذكره الإبراهيم هي مسألة أنه بعد تنفيذ المشروع إيش دوركم ما نأكمل خليناك كمل نحن بغي نطلع على المحور الثاني أنا كنت ما بغيتك يعني تتكلمني عن الأدوار الأولى طيب ولكن نتكلم عن أدوار عن تنفيذ المشروع ثم يسلم هذا المشروع ثم يسقط هذا المشروع أو ينهار نعم لا قدر الله لا قدر الله أولا خلينا في نقطة هو بعد ثارها الأخ إبراهيم اللي هي دائرة المشاريع في الوزارات دائرة المشاريع في الوزارات هي ممثل للمالك ممثل للمالك مثل ما أنت اليوم كمالك تقوم بتعيين مقاول واستشاري للإشراف على هذا المبنى أيضا دائرة المشاريع من حسب معلوماته الشخصية وليس رسميا رسميا مثل ما تفضل الأخ إبراهيم ما في حاجة مكتوبة في القانون ودور هذه الدوائر فدورهم هم ممثلين للمالك يتأكدوا من أن الإجراءات تمت بعمل صحيح يعني مثلا أنت اليوم كمالك وتريد تبني وارتأيت أنه في خطأ من حقك أنك توقف أنت كمالك من حقك أنك توقف العمل وتطلب الجهات المعنية جهات معنية أنه في خطأ تأكدوا لي هل هذا صحيح أم لا وجهات المعنية من ضمنها البلدية إحنا كبلدية لما يجينا بلاغ أنه في مشكل في المكان الفلاني ونريدكم تأكدوا إحنا يكون في فريق نشكل فريق يطلع الموقع ويتأكد من هذه المشكلة من واقع تجربتكم هل تحدث هذه الاشكالات؟ تحدث مو كثيرا؟ ليست كثيرا لكنها تحدث وفي المنشآت الحكومية؟ المنشآت الحكومية ببعض الحالات المرصودة الحالات التي تكلموا عنها الشباب مرصودة هي لكن نحن تكلمنا أيضا هناك مشاريع أخرى لم يتم الإبلاغ عنها لم تحرر دعوة عامة عمومية نعم ما جاءنا حاجل في هذا الموضوع نحن سنستكمل الحديث في كل ما يتعلق بكل الإجراءات هذه ولكن نذهب لإستراحة قصيرة وفاصل قصير ثم ننتقل إلى المحور الثاني وهو البيئة القانونية والتشريعية الحاكمة لقطاع البناء والإنشاء ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا بكم من جديد ونذهب مباشرة إلى المحور الثاني وهو البيئة القانونية والتشريعية الحاكمة لقطاع البناء والتشييد داود فيما يتعلق بالبيئة القانونية والتشريعية لقطاع البناء والتشييد هل ترى أن هناك فعلا بيئة ملائمة لهذه المسألة بحيث أن الكل يأخذ حقه وبالتالي عندما يكون هناك اختلاف يمكن أن يحل وعندما يكون هناك إشكالية تحدث سواء تصدع بعض المباني أو تشقق بعض المباني أو حتى فيما يتعلق بالانهيار هل الحقوق متساوية؟ هو المشكلة في البداية ترخيص للمكاتب الشعرية ترخيص للشركات هل هي الأساليب الموجودة حاليا صحيحة أم لا؟ أي شركات؟ شركات المقاولات مثلا والاستشاريين أيضا؟ والشركات الشعرية يعني المطلبات في السلطنة ما تتعدى لتكوين مكتب أو شركة تواجد كادر فني واحد كمهندس مثلا وتقدر تفتح مكتب هندسي هذا الدور تقوم فيه وزارة التجارة بعد ذلك تنتهي الحلقة ما فيه متابعة طبعا تحصل مكتب هندسي يمكن ما فيه كادر يمكن شخص واحد يقوم بتنفيذ تصميم وإشراف والإشراف على يمكن مئة مشروع فيه نفس الوقت هذا شيء طبعا غير منطقي نفس الشيء بالنسبة للمقاولين الاشتراطات بسيطة جدا لتأهيل المقاولين القيام بأعمال المقاولات هذه هي أساس المشكلة أنا في وجهة نظري لو تم تطوير هذا الجانب أكيد جودة العمل بتتطور الجهات الحكومية وأيضا المواطنين يعني الحين هم اعتمدين أن الحكومة تقوم بدورها وكل الناس اللي يشتغلوا فيه هذه الجهات ناس مهنيين ومؤهلين لأن عندهم تصريح من جهات حكومية لكن الواقع لا الواقع ما هو هذا يعني أعتقد هذا موضوع ما فيه لازم توجد جهة حكومية يعني أنها وزارة التجارة أو أي جهة أخرى والبلدي أو إعادة يعني في كثير من الحلقات الكثير من الفنيين والمهندسيين أيضا رجال الأعمال طرحوا موضوع عودة إعادة وزارة الإشغال العامة بحيث أن تكون فعلا وزارة مشرفة وفيها من الفنيين وفيها من الكفاءات تستطيع أن تشرف على المشاريع الحكومية هذا موضوع موضوع شوية يعني موضوع آخر لأن الحين مشكلة الحكومة أن الكوادر اللي موجودة كلها متوزع في الوزارات المختلفة وصار صارت حجرة الكوادر الجيدة إلى القطاع الخاص لأنه طبعا مرتبات أفضل وعوامل يعني البيئة العمل يمكن تكون أفضل فصار عندهم نقص كبير هذا ينعكس على مراقبة الحكومة لمشاريعها لمشاريعها بشاريعها اللي يتنفذها هذا ينعكس بشكل دائر لكن سنتكلم عن الجهات اللي يتنفذ المكاتب الشارية الشركات هذا موضوع مهم جدا ويحتاج صراحة وقفة ويحتاج يعد نظر فيه فيما يتعلق بإعطاء تصاريخ مزاولة المهنة ويحتاج تطوير بشكل دائم وللأسف نحن ممكن سلطانة عمام من دول خليجية القليلة اللي ما طورت هذا الجانب يعني المطلبات نفسها يمكن من الثمانينات أو يمكن من السبعينات نصف المطلبات وما تغيرت ولا تطورت رغم من حركة البناء زادت ونوعية المباني والمشهات ونحن نطمح أيضا إلى جودة طبعا خاصة المشاريع الحكومية طيب السيد إبراهيم مأضم الشركات الكبرى في البلاد شركات المقاولات الكبرى تعتمد على مقاولين محليين لتنفيذ المشاريع الحكومية من باب تطبيق قانون مجلس المناقصات بهذا الخصوص أعطاء عشرة في المئة لصغار المستثمرين أو صغار المقاولين ولكن من خلال التحقيقات التي يجرم تموها هل درجات الاختيار للمقاولين الصغار الذين يقومون بتنفيذ حتى مشروعات حكومية تعتمد معايير الجودة والمهارة كما ذكر الآن المهندس داود أم المسألة تسير وفق أهواء هذه الشركات دون تدخل الجهات المالكة وأقصد هنا الحكومة أشكرك أخي يوسف على هذا السؤال يمكن مبنى كلية الحقوق أهم العوامل الأساسية في أن الجهة المالكة أسندت تنفيذ هذا المشروع لمقاول متعثر 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 ماديا وبالتالي وقع المالك أو الجهة المالكة لهذا المشروع في موقف في أن المشروع يتوقف على مدار سنتين حتى يسند المشروع لمقاول آخر هذا جانب الجانب الآخر الملاحظ طبعا وهذه في مجال اختصاص أن يعوم النقطة أساسية في أن نجد أن المقاول الشخص العماني هو فقط مجرد واجهة أو اسم ولكن التنفيذ العملي هم أجانب وبالتالي فترة من الزمن ويغادر خارق راضي السلطنة وعادة التصدع أو الانهيار لا سمح الله قد يحصل بعد سنوات خاصة مثل ما أرصح المهندس خالد إلى أن الضمان أو المسئولية تستمر لمدار عشر سنوات لما نتولى التحقيق بعد فترة من الزمن نجد على أن المقاول الحقيقي أو الفعلي لأننا نتعامل مع دعوة عمومية والعقوبة الشخصية وبالتالي نهدف إلى الشخص المباشر المسئول لا نتحدث عن تعويض مادة وإنما نتحدث إلى كشف حقائق معينة عن أسباب الانهيار ونجد أن هناك شخص هو الذي تسبب بشكل مباشر إلى هذا التصدع أو الانهيار أو التشقق وعندما نبحث عن بياناته نجد أنه قد غادر أراضي السلطنة يعني هو شخص وافد وهذه هي أحد نفس الشيء العوامل التي تسند أو أن المقاول غير مشرف شخصيا على التنفيذ المشروع وإنما يسند هذه المهام لمسؤول العمال أو المهندس أو ليسميه طبعا باللغة العامية الفورمان وبالتالي كذلك بعض المقاولين تعثروا صدرت أحكام بإشهار الإفلاس عليهم وبالتالي هم قد يكونوا موجودين خارج السلطن أو داخل السلطن وبالتالي نجد إلى أن فعلا المالك لم يتأكد بشكل يقيني على أن مدى جودة هذه الأعمال الخاصة بالمقاول وكذلك الإمكانيات الإدارية والمالية والفنية في أن يتولى في مثل هذا المشاريع الشيء الآخر طبعا الملاحظ على أنه أحيانا مجلس المناقصات أو الجهات المالكة تسند مشاريع حكومية إلى شركات معينة وبالتالي قد يحصل هناك اتفاق من الباطن بين المقاول ومقاول آخر لا يظهر في الصورة وإنما هو يتولى جزء من هذه الأعمال وبالتالي عندما نحن نباشر التحقيق في بعض هذا القضايا الذي أسلفنا الحديث عنها نجد إلى أن هناك فعلا مجموعة من المسؤوليات المتداخلة في هذا الأمر وأرجع لنقطة جدا مهمة في مسؤولية البلدية كذلك عندما يأتيني الخبير على سبيل المثال ويقول على أن العامل الرئيسي في هذا التصدع هو الخطأ في التصميم لماذا اعتمدت البلدية خاصة في الولايات البلدية الإقليمية لماذا تعتمد أو يعتمد مهندس البلدية أو يصادق على هذه الخارطة دون أن يتأكد مدى صحة أو مدى مطابقة هذه الخارطة الذي صممها الاستشاري للأمور الفنية أو الأمور الإنشائية الذي يجب أن تنفذ وفقا للمعايير الصحيحة في نقطة مهمة أخي يوسف نفس الشيء الآن في ظل ظهور حالات من الغش خاصة في الإسمنت على سبيل المثال هل وجدت ذلك في التحقيقات؟ طبعا قوة النيوتن في المتر المربع وهي سماكة الخرسانة تختلف أو التحمل يختلف ربما يمكن المعيار العلمي أو الفني أو الهندسي يصل إلى 25 نيوتن هذا حسب الاتفاقيات المبرمة خاصة في المشاريع الحكومية وماذا وجدتم؟ ولكن قد تحصل في بعض الحالات خاصة في المشاريع الخاصة يعني يصل قوة التحمل إلى سلوة عشر فقط أو من سلوة عشر إلى عشرين نيوتن في المتر المربع قوة التحمل وهذا طبعا عندما تسند المهام الخرسانات لمقاولين غير معتمدين لهم المقاولين المتنقلين الذين يجروا تنفيذ للقواعد أو للأسقف بدون أي اعتماد رسمي من جهات مختصة أو إشراف مباشر وبالتالي عبر هذا المنبر هي مناشدة للجميع يعني لا نقتصر فقط عن المشاريع الحكومية حتى عن المشاريع الخاصة هي لا تقل أهمية خاصة عندما لا سمح الله قد تحصل تصدعات والأسرة داخل المسكن صحيح يعني هذه الحالات هي لا تعطي إنذار مسبق قد تحصل يمكن لقدر الله أنهيار مفاجئ وبالتالي حالات قد تحصل في أن يستعينوا بالإضافة للمقاولين فرعيين اللي هم خاصة الأجانب في إجراء خرسان للسقف على سبيل المثال أو للأعمدة أو للقواعد وبالتالي لا تتسم بتلك المواصفات أو الإشتراطات الفنية وهذه مناشدة لكل الجهات المختصة سواء كانت الجهات الرقابية أو الجهات المالكة أو الجهات المشرفة التي تقوم بمصادقة على هذه الخرائط وأرجع لي أكد على نقطة نفس الشيء فيما يتعلق بإشراف المهندسين في البلدية أثناء مرحلة التنفيذ يعني قد تحرر البلدية مخالفة على المقاول أو على المالك لماذا قمت بإجراء تنفيذ على الأعمدة خرسان على الأعمدة أو الأسقف دون أن يتولى مهندس أو فني البلدية بمعاينة هذا الموقع حتى يعطيك الضوء الأخضر ويعتمد على هذا الاستمارة تعرف إبراهيم لو اعتمدنا هذا الإجراء أعتقد ما أحد سيبنيه لأن تعرف عدد المهندسين نحن بسها الخالد عدد المفنيين والمهندسين في بلدية مصد قطوفية البلدية الأقليمية يعني عدد جدا ضئيل وقال أيضا المهندس داود أن كثير من المهندسين والكفاءات انتقلوا إلى القطاع الخاص وبالتالي فعلا هذه الإجراءة أعتقد أنه هو صعب وأنا بسأل خالد في هذه الأقليم لذلك يفترض يعني ربما اسمح لي المهندس خالد رممي يعني قلة الكادر نعتبره ليس مبرر ربما علمي أو قانوني فيما يتعلق في مثل هذه الحالات لقدر الله قد تحصل ولكن نحن لا نقول على أن البلدية هي المشؤولة أو التي تتحمل تبعات ذلك ولكن آن الأوان بأن تقنن هذه الحالات بشكل واضح عندما نقول المقاول من هو المقاول هل صاحب السجل التجاري أو المقاول الفعل الحقيقي الرجل الأجنبي الذي يسرح ويقوم بإجراءة فنحن نناشد الجميع بأن تقنن وأن ترفع أو يرتقي الأمر المحلي ولا يحدث تنظيم المبنى إلى قانون يضع في مثل هذه الحالات المواضية طيب ونسأل هنا خالد خالد وبكل صراحة هل وجدتم يعني أنتو كجهات مشرفة كبلدية مسقط والبلديات الأقليمية إن المقاول الرئيسي الذي يأخذ المشروع يعطي عملية التشييد والبناء لمقاول آخر قد يكون غير ذي خبرة وبالتالي يعطي مبالغ معينة قد لا يشكل حتى 20% من القيمة الأصلية خاصة في المشروعات الحكومية هل وجدتم هذا الأمر هل يعني أمسكتم بأشخاص فعلا يفعلون ذلك دعني أتحدث الأول عن المشكلة الرئيسية في الموضوع المشكلة الرئيسية في الموضوع هي تنظيم عمل المقاولين والاستشاريين ما في جهة في السلطنة تقوم بتنظيم عمل المقاولين أو الاستشاريين ما المقصود بالتنظيم عمل أحنا ما عندنا تصنيف للمكاتب الاستشارية لغاية اليوم ما عندنا من يتأكد من أن هذا الاستشاري والكادر الذي لديه قادر على القيام بهذه الأعمال الموكل به ما في تقدير لهذه المكاتب الاستشارية ومدى ونوعية المشاريع التي ممكن أن تقوم بها المشاريع ممكن حتى ما تكلم عن نوعية كحجم بل أيضا كنوع في التنفيذ هناك أنواع في التنفيذ التنفيذ بالخرسانة أو التنفيذ بالحديد والآن معنا الحديد المسبق للجهاد هناك أنواع كثيرة تحتاج إلى ناس متخصصة فما في جهة في السلطنة المعنية بتنظيم عمل هذه المكاتب الاستشارية أو تنظيم عمل المقاولات البناء مقاولات البناء يمكن يكون لديه عدة مواقع ويقوم من الباطن بعقود مع مقاولين آخرين مثل ما تفضل الأخ داود تحدث عن أن وزارة تجارة الصناعة أعطاد ممثلة في قسم ترخيص المهنية هم من يقومون بترخيص المهن في السلطنة لكن أنا أعتقد أن دور جمعية المهندسين العمانية مفقود مفروض أن هنا تتحرك جمعية المهندسين العمانية أصلا الجمعية أنا تواصلت معهم عشان يشاركوا معنا هم في اللحظات الأخيرة أعتذروا عن المشاركة لأنهم أيضا يعانوا الجمعية من خلال المهندسين أصلا يعانوا في عملية وضع إجراءات وهم أيضا يتكلموا فيما يتعلق بالتصاريح التي تعطى للمزاولة المقاولات والأعمال المهنية الهندسية في إشكالية كبيرة حاصلة يعني نعم يعني على سبيل المثال لما كنت تتكلم إيش الفرق ما بين زمان ما بين اليوم لماذا المباني اللي كانت بنى سابقا أكثر قودة عن حالي هل تعلم أنه في الخمس سنوات الأخيرة دخل أكثر من ميتين مكتب استشارات هندسية جديد في البلد في حين أن الإجمال إليه يتجاوز ميتين وخمسين يعني كانوا خمسين وزاد عليهم ميتين في الخمس سنوات والسبع سنوات الأخيرة هذول من يقوم بالإشراف عليهم الإشراف على عملهم يعني لما يقيك مكتب استشارات هندسية سجل أنه مع مهندس إنشائي واحد أو مهندس مدني واحد هذا المهندس المدني ماذا يدرينا أنه موجود يمكن يسافر اليوم الثاني أصلا طيب يعني هل هذا الواقع أتفقت فيما بينكم أنه يسافر يوم الثاني هل هذا واقع؟ هذا واقع موجود ويكون هذا مشرف على مشاريع ربما تتجاوز عددها المئات يشرف عليها في الآخر اللي يشرف عليها الشخص غير مؤهل هنا لازم تثقيف المواطن وتثقيف أيضا المالك كانت جهة مؤسسة أو مواطن إن اختيار الاستشاري واختيار المقاول المنفذ مهم مهم جدا أنت لو اخترت مثلا تفضل الشيخ لما يتكلم عن إن مكتب المقاولات أو شركة المقاولات التي اختيرت مثلا المشروع كلية الحقوق شركة غير متخصصة في مباني الحديدية أو الستيل سراكشور في حين أن المبنى المبنى مصمم بحيث أن يكون التصميم في جانب والتنفيذ في جانب آخر وبالتالي أدى للانهيار أدى للانهيار طبما يعني الواحد ما يريد التطرق لأن الموضوع في القضايا يعني ما يريد التطرق إيش هي الأسباب لا تم صدر الحكم فيه ربما يكون مستانف أنا هنا أيضا داود أسألك يعني شركات المقاولات وانت رجل عندك شركة مقاولات هل لديها أشكالية في فهم القانون أم تجاوز القانون تطبيق القانون أم ماذا أم لأن الإجراءات كما الآن ذكر المهندس خالد وذكر الأستاذ إبراهيم إن الإجراءات ليست صارمة وبالتالي تكون هناك تجاوزات هل هذا هو الأمر؟ لا بصراحة أشوف الشركات المحلة يعني مهنيا ما عندها هذه المشاكل أولا معظم الشركات هذه مؤمنة فيعني إحنا لازم نفكر في الموضوع بطريقة أخرى يعني ما نقول والله هاي شركة يملكها مواطن أو وافد هذا يحل المشكلة لأنه ممكن المالك بكرة يغير نشاط ماله يخلص المبنى غير نشاط وتمسح الشركة تماما يعني من المسؤول إذن إذا في تأمين مهني اللي يسمون ما عندك مشكلة كمالك أبدا خلي الشركات تغير خلي تغلق عندك التأمين هذا مؤمن يعني هذا المشروع وسجلاتها موجودة وشركات تأمين هذه تحتغض بعض السجلات فالشركات الكبيرة المكاتل الهندسية كلها مؤمنة فما عندهم هذه المشكلة أبدا أيضا مشكلة المقاولات لماذا شركات المقاولات يعني نحن حتى نخلي نقول نحن نتكلم عن المشاريع كبيرة يعني كلية الحقوق نتكلم عن مشاريع حكومية مبنى الإسكان في عبري نتكلم عن مساكن الموظفين في الدقم هذه مشاريع كبيرة ومن ثم تنهار أو تتشقق أو تتصدى هل لأن المقاول يريد تجاوز القانون أن يعطي مثل المقاول صغير وبالتالي ما يهتم لأن الأحكام تكون بهذه الصورة ستتشر وعشر طيام مثلا أول شيء مسألة اختيار أو السماح لمقاومة باطن هذا شيء قانوني ما فيه أي مشكلة أصلا لأن ممكن المقاومة الباطن متخصص في عمل معين متخصص ما عندنا مشكلة لكن ذا ما كان متخصص وفي دول دول يعني كثيرة المقاول الرئيسي مجرد هو يعني مدير مشروع ويوزع الأعمال كلها على مقاولين ثانين هذه ما فيه أي مشكلة يعني قانونية لا لا خلننا في هذه النقطة يعني لما تقول أنت المقاول الرئيسي يأخذ المناقصات بالملايين ثم يعطي المشروع لمقاولين آخرين من الباطن أو حتى يعني معتمدين لكن هل هؤلاء المقاولين الصغار عندهم الخبرة والتعامل مع مشروع مثل ما قال المهندس خالد أنه مشروع بل خرسانة الحديدية ثم يعني لا يستطيع المقاولين في عملية التنفيذ هذا دور مين قبول المقاولين من الباطن دور مين أو سبلاير أو أي مادة أيضا هذا دور الاستشاري الاستشاري لما أنا كمقاول أرشح لمقاول الباطن يقوم لي بعمل معين لازم هو يوافق عليه أول كيف يوافق عليه هو إذا ما تأكد أنه عند الخبرة عند الكوادر عند متمكن ماليا مفروض ما يوافق عليه من الأساس فالمقاول الرئيسي لازم يتأكد من هذه الأشياء ويحمل مقاول الفرعي أو من الباطن المسؤولية كاملة ويتأكد أنه عندك كل هذه الإمكانيات ويأخذ موافقة لأنه حتى في القانون يقول لك لازم المالك يوافق عليه أول شيء نعم طيب ما ممكن يعني يجيب موحاول الباطن والمالك ما قابل فيه أبدا يعني هذه إجراءات معروفة بس مثل ما تكلمت أنا في البداية والمهندس خالد أيضا شرح بتفصيل عن هذا الموضوع المشكلة المهنية غير موجودة مجرد ترخيص مزارة تجارة يفتح الباب لأي واحد يمارس المهنة يعني ممكن يجيب واحد غير متخصص يجيب مهندس وبكرة يسفره وهو يقدر يزاول المهنة ويستمر في مجالات المهنة بيادة 200 مكتب صاروا 250 ولكن ربما تكون هذه المكاتب بعضها للأسف الشديد يكون فيها شخص وشخصين ومأخذين أكثر من مشروع حتى ولا يقوموا حتى بالإشراف الحقيقي طيب الأستاذ إبراهيم من واقع تجربتك هل القوانين المعمول بها والآن تحدث داود وتحدث أيضا المهندس خالد في هذه المسألة المعمول بها في المحاكم حول قطاع البناء والمقاولات والتشهيد رادعة بما يكفي لمنع أي من هذه الشركات تستخدام الغش وعدم الالتزام بالمواصفات المعمول بها ويمكن تصدر الإجابة على هذا السؤال في تعليق لما أضاف المهندس داود عن وجود تأمين مهني على المشروع نحن لا ننتظر التعويضات ولا نهتف بالدرجة الأولى إلى وجود تعويض مادي لأن لا ننتظر أن تحصل لقدر الله أضرار بشرية خاصة في المشاريع الحكومية التي يرتادها الناس بكثافة هذا جانب الجانب الآخر المقاول من الباطن من المسؤول عنه إذا قلنا الاستشاري الاستشاري نجري في النهاية هو مكتب أجنبي أو جنسية أجنبية فترة من الزمن وغادر خارج أراضي السلطان وبالتالي أنا أهدف إلى وضع إجراءات صارمة دقيقة جدا ما قبل التنفيذ وأثناء مرحلة التنفيذ وليس يعني في مرحلة الانهيار أو التصدع لقدر الله أرجع لسؤالك الأستاذ يوسف فيما يتعلق بمدى يعني وجود قواعد قانونية منظمة لهذا بشكل واضح ونتفق جميعا إلى أن آن الأوان بأن تسارع الجهات المختصة إلى أن ترتقي بهذه القوانين أو عفوا الأوامر المحلية إلى قانون وقانون شامل واضح ينظم كافة علاقات هذه المشاريع الحكومية أو الخاصة وبالتالي كذلك يحدد مسؤولية المالك سيما في المشاريع الحكومية مسؤولية المهندس الحكومي التابع للمالك نعم وكذلك يحدد حدود تلك الرقابة الفنية الخاصة بمهندسة البلدية بالإضافة إلى تحديد أطراف العلاقة فيما يتعلق بالمالك والاستشار المصمم والاستشار المشرف وكذلك فرض عقوبات مغلظة على مثل هذه الحالات إذا حصل الانهيار أو التصدع بدون وجود أضرار بشرية ومضاعفة العقوبة كذلك في حالة لقدر الله حدثت في أضرار بشرية طيب المهندس خالد وباختصال وسمحت هل وارد لديكم الآن ونت تحدث في هذه المسألة فيما يتعلق بالأمر المحلي فيما يتعلق بالمشارية إلى أن يكون هناك قانون فعلا ينظم القطاع التشييد والبناء والإشراف والاستشارات وإيضا فيما يتعلق بالمقاولين أنتم كبلدية مسقطوة البلديات الأقليمية أيضا منكم تشتركوا في وضع إطار قانوني جديد ينسجم مع المرحلة القادمة نعم نحن يجب أن نفرق بين نوعين ما بين المواصفات ومقاييس وما بين قوانين تنظيمية في مواصفات مقاييس في لجنة وطنية شكلت من قبل مجلس الوزراء العام ماضي برئاسة مجارة تجارة مختلفة مديري العامة المواصفات مقاييس لإصدار كود بناء عماني وأيضا الكود عرب لي مواصفات ومقاييس للبناء هو اسم اللجنة كذلك اللجنة الوطنية لكود البناء الكود البناء نعم لجنة الوطنية لكود البناء يعني خلاص أصبح يعني معرب نعم نعم طبعا هم الحين يسعوا إلى إيجاد كود بناء خليجي وربما يكون هو يكون الكود الأساسي المعمول به وأعتقد فيه اجتماعات مع الشباب في وزارة التجارة يقوم بها مع الأمانة في خصوص تنظيم هذا الأمان أما من ناحية القوانين النظمة الداخلية نعم بلدية مسقط باشرت بتطوير القانون أو الأمر المحلي تنظيم مباني في مسقط وهذه الأيام في اجتماعات مع وزارة تجارة القانونية أو مختصين في وزارة تجارة القانونية حول بالذات حول النقطة هذه هي العقوبات وأيضا حول تنظيم حول تطوير الأمر المحلي بالكامل في مسودة رفعت للوزارة تجارة القانونية واعتمدت من قبل مقلس البلدية متى سيصدر كم صار لكم تشتغلوا في القانون ومتى سيصدر نشتغل فيه أكثر من عام كم باغل بعد والله يعني أعتقد بيحتاج إلى أربعة أشر أربعة أشر إن شاء الله مش سنة نحن لأسف شديد بعض القوانين تأخذ ملت طويلة وأنا أعتقد أن هذا القانون بالتحديد كان مفروض أنه يصدر من زمان وبالتالي نحن الآن يفترض أن نعجل فيه والإصدار بحيث ننظم العمل فيما يتعلق بقطاع الإنشاء والتشهيد والبناء عندنا في السلطنة سواء للمشاريع الحكومية اليوم نحن نتكلم مشاريع بالمليارات ونتكلم مشاريع أيضا بالملايين وهناك إنشاءات أيضا فيما يتعلق بالقطاع الخاص وبقطاع البناء لدى المواطنين يعني هذه المسألة بصراحي يبغى لها تنظيم إلى فاصل قصير ثم نعود ونكمل الحوار ونذهب مباشرتنا إلى المحور الثالث والأخير وهو الإجراءات وأبرز الحلول لقطاع البناء والتشهيد ويمكنكم الحديث والمشاركة فيما يتعلق بأبرز الحلول ومن ذلك أيضا موضوع القانون إن شاء الله الجديد إذن فاصل قصير ثم نعود ونواصل للحديث ابقوا مع المترجم للقناة دار الأوبرا السلطانية مصفت واقع يلآم سوسط الخيال موسيقى 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 أهلا بكم من جديد ونذهب مباشرة إلى المحور الثالث والأخير لهذه الحلقة وهو الإجراءات وأبرز الحلول للقطاع البناء والتشهيد وأتي إليك المهندس داود هناك أكثر من جانب في الحقيقة يساعد في تحقيق جودة الإنشاء بدءا بالمواصفات الفنية مرورا بفحص التربة والمواد المستخدمة إلى جانب الأعمال الماهرة وانتهاء بالمراقبة الدقيقة لسير البناء والتنفيذ أليس أليس بالإمكان البدء وضع إطار عمل جديد التزم به الجميع لتحقيق ذلك طبعا هذا هو الهدف المرجو في النهاية وهذا هدف موضوع الحلقة لأن هناك مشكلة ونحتاج أن نعالج مشكلة هذه لكن نحتاج أن نطلع شوي عن إطار المشكلة لأن هناك مشاكل أخرى مرتبطة بنفس الموضوع تكلم الأخوة عن موضوع القوانين الموجودة القوانين الموجودة عندنا في السلطنة يعني موجودة قوانين موجودة لوائح لكن يحتاج تحديث لأن مثل ما قلنا قديمة حتى تتواكب مع نمو العمراني الكبير التطور والحداثة أمور كثيرة يعني تحتاج مراجعة بشكل دائم حيث نتكلم أن نأخذ ربع شهور أو ستة شهور ونجيب أمر محلي ونخليه على جنب ونستخدمه لمدة عشر سنوات يحتاج تحديث بصفة دائمة ويحتاج لجان لتابع هذا الموضوع تطوير الكوادر هذا مهم ترخيص مهم جدا مثل ما تكلمنا لأنه هو أساس الموضوع استخدام المواد الحديثة مهم لأن هذا بيعني هذا استخدام مواد حديثة كثيرة ممكن يحلنا مشاكل كثيرة اللي يشوفها هذه الأيام استخدام فحص التربة مثلا هذا شيء ضروري كثيرين يشوفون أنه موضوع بسيط العمال الماهرة يكلف يعني لكنه أنه ما يكلف المشكلة عندنا الناس هنا يبغي يوفروا من البداية لكن مكاتب فحص التربة يعني هل هي متوفرة أي كثيرة بالعكس يعني بذات جودة تستطيع أن تفعل هذه المكاتب ولا نجع نفس مشكلة أن المكاتب باستشارات و250 مكتب ولا الوافد يسافر يوم الثانية لا هو أشوف هو أشوف أنا خبرك كانت غير متوفرة زمان لأن الحركة العمرانية كانت قليلا كانت غير متوفرة هذه المكاتب زمان والمباني مستمرة لغاية اليوم يعني أنا أضرب مثال في منطقة ممتاز دائما في روي مباني أنشأت في منتصف السبعينيات ولهذه اللحظة يعني مستمرة لو ما كنا نريدها يعني خلاص نجددها يعني هو أشوف مشاكل تشققات أكثر شيء تصير يعني من الخرسانة مثلا من نوع التربة هذه يعني لأنه صار بناء في أماكن يعني معظم المشاكل تحصلها لأن المباني هي موجودة في أماكن يعني في مشاكل تربة يعني منطقة الخوض مثلا فيها تربة فيها سيئة مثلا أو مناطق قريبة من بحر لازم تعامل بطريقة أخرى ما ممكن تبني نفس الطريقة التي تبني في مكان جبلي مثلا لكن نرجع حين الشركات فحص التربة موجودة كثيرة يعني لأن حين تعرف كل ما كان في سوق الناس بيتشجع يفتحوا هذه الشركات والأسعار بتنزل بشكل طبيعي لما حتى تكون اقتصادية للجميع بس هذا شيء مهم للمالك مهم جدا يعني تعرف على أقل طبيعة التربة التي تبني عليها المبنى بليت مسقطة حين تتطلب طبعا من مباني اللي أكثر من ثلاث طواب نعم تطلب هذا شيء زمان ما كان يطلب بس حين يطلبه فحص التربة هذا أيضا يفيدك تتقلل كميات الحديد المطلوبة أيضا إذا شفت أن التربة تكون بتكون قوية لا يحتاج تثمر أنت في كميات حديد لأن أصلا كميات حديد زايدة بعد فيها مشاكل يعني مع الوقت تحتاج صيانة وما تخلق بك يعني مساحات كافية حتى تصب الخرسانة وأنا فيما يتعلق بالخرسانة المسلحة والجاهزة راح أسألك المهندس خالد ولكن آتي إليك سيد إبراهيم يعني السلطنة مقبلة على مشاريع ضخمة تكلف يعني ملايين الريالات بل مليارات الريالات كيف لنا تجنب مواقع الخطأ والتدليس وصولا إلى منشآت تلتزم بالمواصفات وتحقق أيضا معايير الجودة والإطالة في أمرها الافتراضي مشروعات البناء بصفة عامة طبعا هي عبارة عن سلسلة من الإجراءات وهذه السلسلة متواصلة إخفاق حلقة واحدة من هذه السلسلة إذن كأنه كل الإجراءات لم تستقم بداية من التصميم مرورا إلى الإشراف والتنفيذ ومن ثم تسليم هذا المشروع وبالتالي على المصمم أو الاستشار المصمم أن يجري تصميم وفقا للمعايير الفنية الدقيقة والمواصفات المطلوبة وكذلك على المالك أن يختار المقاول المنفذ والاستشاري المشرف على هذا التنفيذ وفقا لمكاتب مصرح له يعني نحن عندما نقول المالك هنا في هذه الحلقة بالتحديد وفي هذا الموضوع نقول نحن الجهات الحكومية الجهات الحكومية هي المالكة لهذه المشاريع الحكومية طبعا كذلك على الجهات المشرفة على الخرائط الخاصة بهذا المشاريع سواء بلية مسقط أو البلية الأقليمية كذلك أن تدقق بشكل تفصيلي ودقيق على الناحية الإنشائية قبل المعمارية من ثم تبدأ المرحلة الأهم دور المقاول في أن ينفذ هذا المشروع وفقا للخرائط المصدقة أو المعتمدة وكذلك دور المالك في أن يشرف من خلال موظفين مختصين لديه مدى إشراف الاستشار على هذا التنفيذ وكذلك مدى التزام المقاول على هذا التنفيذ النقطة الأخرى كذلك ونرجع لمسألة القانون يحتاج إلى مراجعة شاملة لهذه الأوايح والأوامر المحلية بحيث أن تكون هناك إجراءات منظمة وصارمة في مثل هذه الإجراءات وكذلك إجراءات عقابية إذا وقعت لقدر الله مثل هذه التجاوزات فهذه أهم المقترحات التي يفترض أن نقف عليها النقطة الأخرى طبعا هذه مناشرة لبلد مسقط والبلد الأقليمية في أن تراجع المباني القديمة جدا الذي مضى عليها العمر الافتراضي أكثر من 20 عام هل فعلا في إجراءات معينة تقوم بها الجهات المختصة لصيانتها لصيانتها أو لفحص مدى قوة هذه المباني لأن المبنى ربما سمعته عن مبنى تيجان الانهار في الخوير على الطريق العام من خلال انتدابنا للتقرير فحص العينات وجدنا على أن العمر الافتراضي قد انتهى وبالتالي لم تكن هناك ثمت قوة متماسكة في الخرسان التي أدت إلى أن لا يتحمل هذا المبنى في هذا التماسك وبالتالي انهار بالكامل وأدى إلى طبعا وفا لشخصين أجانب كانوا موجودين داخل هذا المعرض فنحن نحتاج إلى مراجعة شاملة للأوامر المحلية ولللائح المنظم وأن ترتقي هذا الأوامر واللائح التنفيذية إلى قانون منظم وشامل وكذلك أن تتواصل سلسلة الإجراءات بدءا من التصميم مرورا إلى مرحلة التسليم أو استلام هذا المشروع طيب الهندس خالد يعني البعض يرجع أسباب انهيار بعض المباني الحكومية إلى نوعية الخرسانة الجاهزة المستخدمة والتي أصبحت هذه الخرسانات أصبحت تحت المجهر طبيعة المواصفات ونوعية الرقابة المطبقة على شركات الخرسانة الجاهزة أنا في نظري بالنسبة لشركات الخرسانة وشركات المسبقة لتجهيز الخرسانة أو تجهيز الخرسانة المسبقة هذه الشركات ربما تكون أفضل من الخلطة التي يتم تنفيذها وخلطها في الموقع فحتى الحين كبلدية مسقط صدرت قرار بأن المباني متعدد طاوقية بأن تتم بواسط أو يتم صبها بواسط الشركات الخرسانة المسبقة ولكن في هناك إشراف على هذه الشركات طبعا في حبيث هذا ليس بدور البلدية هذا دور ربما تكون مواصفات مقاييس في مديري العام مواصفات مقاييس في زارة التجارة هم المعنيين بمتابعة هذه الشركات ومدير ملائمة المواصفات المقاييس معمول بها في البلد أيضا لكن هناك دور الاستشارة المشرف الاستشارة المشرف مفروض مع كل صبية تنعمل في الموقع يأخذ مكعبات للاختبار بعض الشركات المهنية ذات المهنية العالية تقوم بهذا العمل لكن بعض معظمها لا يقوم بهذا العمل وهذا خطأ خطأ هندسي أنا بعود وبعلق على نقطة الفحص التربة يعني من ضمن معظم المشاكل في التصدعات أنه جودة أو مدى قوة تحمل التربة نحن مع السال عمراني الحالي ربما تكون هناك في منطقة ردميات أو منطقة رمال أو منطقة قريبة من البحر وتستدعي أن يكون فيها عمل فحص تربة خصوصا الردميات وممكن نشدد على الردميات مناطق الردميات مناطق الردميات نعم أو إقامة مباني على منطقة فيها الردميات أستاذ مناطق الردميات عندنا ما كثير لا كثير كانت في الجبال كثير لا كثير معلومة جديدة لا لا كثير مشروع المبنى الإسكان في عبري من ضمن الأسباب فحص التربة كذلك ارتفاع منسوب المياه منسوب المياه بعد وهذه كانت من الأسباب الجوهرية في انهياء أو تصدع في هذا المبنى نعم فهذا تعانى به في شركة فحص التربة أنه مفروض أنه تطلع كل هذه المعلومات وتأكد التأسيس على أي مستوى مفروض يكون وكم هو الإجهاد اللي مفروض يصمم عليه وإجهاد تحمل التربة أنا برجع لنقطة بعد أيضاً اللي هو تدني الأجور وهجرة العقول من الجهات الحكومية ومن القطاع العام وخصوصاً المهندسين ربماً لدور ويريته أنه راح للقطاع الخاص لقطاع المقاولات والاستشارات لا للأسف راح للشركات كبيرة ثانية وفي قطاعات أخرى مثل قطاعات النفط في مجال آخر تماماً قطاعات النفط ولا آخر هذه هجرة كبيرة من الجهات الحكومية هجرة للناس متخصصة ومتمكنة تروح إلى قطاعات أخرى لا تروح حتى القطاعات أنها تنمي هذه القطاع ونأسألك هنا هل لدينا شح فيما يتعلق بعدد المهندسين فيما يتعلق بالإنشاء والبناء في السلطنة؟ نعم لدينا كم النسبة تقريباً؟ خلينا نحن على قل مصر رسالة إلى وزارة التعليم العالي بحيث أنه فعلاً يرفضوا البلاد بمهندسين وكفاءات خلال المرحلة القادمة نعم كم تقريباً نقص إذا؟ أنا بس بغيت أوضح نقطة هنا إيش نعيت لمهندسين؟ المهندس المدني لما يتخرج هو ملم بأشياء كثيرة ودرس أشياء كثيرة لكن أنه يتخصص في مجال البناء والتصميم الإنشاء والإشراف على المباني هذه تكون ما بعد الدراسة فتكون ما بعد الدراسة يحتاج إلى تدريب وخبرة يحتاج إلى تدريب وخبرة هم يبدوا يروحوا للجهة معينة ومعنية في البناء ويبدوا معها في العمل والتدريب ومن بعد يجد إلى مجال آخر نعم عرض آخر وينتقل إليه عرض آخر ينتقل إليه مراجعة المباني القديمة والتي تكلم فيها الأخ إبراهيم البلدية معها شقين في هذا الموضوع الشق الأول في قانون مباني الجديد أن يجب على مالك المبنى أن يقدم للبلدية شهادة كل عشر سنوات مقبل مكتب استشارات هندسية وما اعتمد في البلد أن يأكد على سلامة هذا المبنى وهذا طبعا في طور الاعتمان هذا القانون وفي لجنة الحين سوف يتم تشكيلها في قراءة تشكيلها ما بين الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وما بين بلدية مسقط لمتابعة المباني القديمة وخصوصا لمنطقة مطرح نتكلم ربما هناك أكثر مباني قديمة متابعتها ورفع تقارير عن المباني التي تطلب عادة النظر فيها أو تعيين مكاتب استشارات تأكد مدى سلامتها وخاصة عندما تتحدث عن مطرح الآن مطرح هناك من السلطان قابوس السياحي وبالتالي هذه الواجهة البحرية وهذه المنطقة بالتحديد يجب إعادة النظر فيما يتعلق لأن هنا سيكون تدفق للسواح وأحنا سلامة المواطنين والمقيمين وأيضا السواح الذين سيأتون للبلاد لأن هذه سمعت بلاد في نهاية الأمر فعلينا من الآن نراجع أنفسنا لأن هناك فعلا توجه لإنشاء هذا الميناء وتحويله لميناء السياحي وعلينا كل هذه المباني إنها من الآن صراحة من خلالكم إذا ناشد بلدية مسقط فعلا تبدأوا بهذه الإجراءات نحن لما نتكلم عن مطرح ما نتكلم عن مطرح اللي هي السوق نتكلم عن مطرح الكبرى ما فيها روي ما فيها مسقط مطرح الوادي الكبير هذه المباني هناك ربما تجاوز عمرها الخمسين سنة ولا ما في حد يتابعها ما حد يتأكد من سلامتها ربما تكون مؤجرة معظمها فما في حد يتأكد من سلامتها فهني هذا الفريق بيكون دوره يتأكد من سلامة هذه المباني اللي هو يعني بيكون دوره سابق لعمل لا قدر الله أي حاجة تحصل وقاية كوقاية طيب داود ذلك خلاصة لهذه الحلقة يعني ما هو المطلوب لتجاوز إشكالات الماضي في قطاع التشهيد والبناء وانت ذكرت بعض الحلول في هذه أثناء السير الحديث والآن نبدأ بخارطة طريق يشترك الجميع في وضع إطارها العام بما فيها الجمعية الجهات المعنية بلدية مسقط البلديات الأقليمية حتى الجهات القانونية في البلاد للدعاء العام الجميع يشترك في وضع إطار خارطة طريق للمستقبل سواء بالإشراف على المباني القائمة حاليا وأيضا صيانتها وأيضا النظر للمستقبل بشكل مختلف هو بصراحة لازم تكون هناك جهة مسؤولة لأن مثل ما أذكره الأخوة فيه جهات معينة تعمل مثل بلدية مسقط تحاول تطور في الأمر المحلي لكن لا ننسى أنه في بلدية إقليمية بلدية ضفار بلدية صحار أيضا ليش نشتت الجهود كلها هذه وليش كلنا نشتغل مع بعض بلد واحد في النهاية وليش ندفعها التكاليف كلها وليش نشتت الجهود هذه كلها مفروض كل جهات هذه يجتمع لأن في النهاية الموضوع واحد والمطلب واحد صحيح لخدمة المواطن لخدمة الوطن أنا أعتقد هذا الموضوع تحديث اللوايح والأمر المحلي لازم نجتمعوا كل الجهات مع بعض ويطوروها مع بعض كل واحد يشتقي من أفكار الآخر حتى يوصلوا وبعدين ما هو موضوع كبير في دول كثيرة خطت خطوات واسعة في هذا المجال نستفيد من خبراتها لا يجب أن نختلع ذرة مرة ثانية هذا موضوع بسيط جدا موضوع الترخيص هذا موضوع مهم جدا يعني تصنيف الشركات والمكاتب موضوع مهم جدا لأن مثل ما تباحتنا في هذا الحلقة أساس المشاكل هو هذا الموضوع أيضا استخدام الترخيص للمنشآت للمزاولين المهنة كل واحد يدخل أيضا تطوير الكوادر المحلية مثل ما الأخوة أشاروا إلى أنه في نقص في الكوادر أصلا المهندسين عالميا مهندسين مدينة عليهم طلب كبير حتى من الخارج يجيب مهندسين جيدين صعب جدا يعني فالأولى أن نحن نطور طبعا الكادر المحلي الحكومة لازم تشوف حلول بالنسبة لموضوع روات المهندسين لأنها مسألة عرض وطلب وما شيء يجبره أصلا نشتغل الحكومة إذا حصل عرض أفضل مكان ذا ومثل ما قال المهندس خالد يروحوا لمجالات أخرى أيضا يعني مهندس مدني يذهب إلى المنشآة بترولية ما شرط بترولية يحد يدخلوا في الإدارة ويدخلوا في أمور مثلا مالية أمور كثيرة يدخلوا فيها فنفقد صراحة كوادر اتدربت لأن المهندس المدني هو شخص درس في الهندسة لكن ما تخصص يتخصص بعد ما يطلع من الجامعة ويدخل في ناس يدخلوا في التصميم في ناس يدخلوا في الإشراف أو في إدارة المشاريع في ناس يدخلوا في في مجال المباني في ناس يدخلوا في مجال الصرف الصحي أو الجسور أو المطارات وهكذا يعني ونحن كل هذه المجالات بصراحة محتاجين إلى كوادر محمدين محتاجين يعني في جميع بكميات هائلة يعني صحي اتطرقنا إلى موضوع الخرسانة الجاهزة والمواد المستخدمة لازم تكون في جهات معينة تشرف تشرف على هذا على هذا الموضوع وأنا أتذكر زمان لما كنت اشتغل في بلايات مصغط كنا نحاول يعني بطريقة عشوائية يعني ما منتظمة نشوف هذه الشركات لكن هو موضوع ما صعب جدا وفيها مشاكل وإحنا واجهنا شوفنا مشاكل يعني مثل ما قال يعني في في لاخ إبراهيم يعني عدم الالتزام بعض الأحيان طبعا ما توصل إلى 17 توصل إلى 7 وخمسة شي غريب يعني وعجيب صراحة كأنها كأنها ماء فقط يعني يعني أنتو وجدتوا هذه الأشياء فعلا وقعت طبعا هم معايشين يعني نحن في هذه المعنى ومعايشين أيضا موضوع التشققات وانصداعات وانصداعات في المباني هذا يمكن الأخ إبراهيم تكلم عن ثلاث حالات جاتهم لكن الحالات كثيرة يعني ما رأي نتكلم عنها التصميم أيضا ما بس مسألة تصميم المبنى نفسه أيضا تصميم المؤقت مثل السقالات حتى الخرسانة تمسك في مباني في السابق انهارت والأسف ماتوا فيها ناس وهنا فيه عمان أيضا بسبب سوء تصميم السقالات ما يأخذوا بعين الاعتبار يعني تلقى مثلا أثناء صب قصدك أثناء صب يعني تلقى المبنى واسع الارتفاع شاسع في الحالة هذه لازم تصمم أيضا السقالات ما ينتبه هذا الجانب يدخل فيه مشاكل فالمهنية نقول في النهاية مفقودة بصراحة ولا لازم تتطور وتستثمر عالة كبيرة والمباني هذه لازم يعني تتورثها أجيال يعني في دول ثانية في أوروبا وفي دول كثيرة هذه صارت مزارات وجرب سياحي 200 و 150 سنة ودخل كبير 200 و 300 و 400 سنة يأخذنا نحن عندنا القلاع والحصول عندنا فيه يعني ترميه يعني ترميه بسيطة ومباني جميلة لا فيها خرسانات ولا فيها شيء هذا دائما تسأل فيه يعني دائما تقولوا بعض الأحيان الأخوان يعني تحدثوا بس زمان يعني يعني تربة عمان هي التربة يعني تغيرت لازم نفحصها بش الشخص اللي كان يبني في زمان نحن عندنا داود أنت تعرف عندنا في الباطنة في بعض الأحيان في بيوت على الساحل ومن السبعينات مبناية موجود وما زالت موجودة ما فيها لأخر صانات ولا شيء ونفس التربة تغيرت هذه التربة يعني صارت مختلفة ما هي أساس المشكلة تربة ولا هي مشكلة المواد أيضا لكن طريقة العمل طريقة التنفيذ الحين بالعكس التكنولوجيا ساعدتك في أشياء كثيرة يعني صحيح طيب سيد راهيم ختاما يعني في هذه الحلقة يعني ما الذي يجب أن نفعله فعلا بحيث أننا فعلا نسير باتجاه تشريعي ونبني ونعمل بيئة قانونية تشريعية صحيحة لقطاع التشهيد والبناء في البلاد ربما لا يختلف عن ما أثرنا بشكل كامل أن يجب أن يتكون هناك جهود مشتركة بين الجهات المختصة ومن الملاحظة الآن أن بلدية مسقط لها نظام وأمر محلي يختلف عن لائحة تنظيم المباني الخاصة بالمحافظات والولايات وكذلك الأمر يختلف عن بلدية ظفار أو بلدية صحار وبالتالي يتطلب الأمر بأن تشترك هذا الجهات لوضع منظومة قانونية مشتركة والجانب الآخر مثل ما تفضل الأخوة أن يتطلب الأمر مراجعة المكاتب الاستشارات الهندسية المشرفة على المباني أو التنفيذ أو التصميم من مدى الجودة هذه المكاتب وتأهيل الكوادر الملتحقين بها ونضف إلى ذلك أن تكون حلقة الإجراءات يجب أن تكون متواصلة المالك يتطلب منه بأن ينتقي المكتب الاستشاري المعتمد ويختار المقاول وفقا لمعايير فنية دقيقة وكذلك يتولى عن طريق الفنيين لديه الإشراف أو مدى التزام الاستشاري المشرف وكذلك المقاول في التنفيذ وكذلك يتطلب الأمر التدقيق على الخرائط من قبل الجهات المختصة أثناء المصادقة عليها بأن يكون هذا التصميم متفق فعلا مع المعايير والإشتراطات الفنية المعتمدة ربما يمكن عبر هذا المنبر ناشد الجميع حتى المشاريع الخاصة الآن ربما في ظهر تفشية الآن من خلال موجود المقاولين الفرعيين أو المتنقلين الأجانب اللي هم يعني يقومون بإجراء تنفيذ لتنفيذ الخرسان على الأسقف أو القواعد أو الأعمدة طبعا هؤلاء الأشخاص طبعا لا تكون ثمت جهة تشرف عليهم ولا يستطيع المالك أن يعني يدقق أو يشرف بشكل دقيق أو فني على عمليات التنفيذ الخرسان وليست لديه الخبرة يعني وليست لديه وبالتالي ربما المالك يهدف بالدرجة الأولى إلى أقل الأسعار وطبعا هذه من ضمن العوامل فعلا التي تؤثر على سلامة المباني وبالتالي يعني يتطلب الأمر بأن يكون المالك يرجع أثناء التنفيذ إلى الاستشار الخاص به وكذلك عن طريق الأخوان في البلدية بأن يشرفوا على هذه العمليات نحن نتمنى في الحقيقة في نهاية الحلقة أن فعلا يكون هناك إجراء جديد وتنظيم لقطاع التشهيد والبناء خاصة وما تسير نحو البناء الأفقي والرأسي فيما يتعلق بالمشاريع الضخمة والكبيرة والدولة حقيقة تصرف مبالغ هائلة بالملايين والمليارات ويجب أن يكون هذا الأمر فيما يتعلق بالصرف قابله جودة في الأداء جودة في التشهيد ونتمنى فعلا مثل ما قال المنطس داود أن هذه المباني عندما نقوم ببناها نتورث وهناك كثير من المباني في السلطنة يعني صار لها 200 و300 سنة وبعضها ب500 سنة وألف سنة والحمد لله هي قلاع شامخة باقية تتحدث عن مسيرة التشهيد والبناء في بلادنا وبالتالي نحن خلال هذه المرحلة فعلا نريد أن نورط إن شاء الله هذه المباني الحكومية إلى آلاف السنين المقادمة إن شاء الله الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحبسي رئيس الدعام شكرا جزيلا لك المهندس خالد بن خميس الهاشمي مدير إدارة إباحات البناء ببلدية مسقط شكرا جزيلا لك المهندس داود بن محمد الفتيصي رئيس مجلس إدارة شركة داود للمقاولات شكرا جزيلا لك والشكر لكم عزيز المشاهدين في الأسبوع القادم نلتقي مع موضوع آخر مع برنامجكم استراتيجيات تحيطا لكم وفهم الله شكرا جزيلا لكم